شهدت جبهات الساحل الغربي تصعيدا من قبل ميليشيات الحوث الإرهابية جنوب الحديدة وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور الحديدة خاضت اشتباكات بمختلف الأسلحة مع الميليشيات المدعومة إيرانيا ووضح أن أبطال القوات المشتركة تصدوا لمحاولات ميليشيات الحوث اختراق خطوط التماس من جهة جنوب الجراحي بعد تجدد الاشتباكات في ذات المحور مؤكدا وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات